برنامج الجماهير الغفير برنامج الناس الغلابة أنا أحب أسميه كده لأنه إحنا بنتكلم على القناة الأولى يعني عمليا مش بس هي القناة اللي ملك حضرتك مش بس هو التلفزيون مسبير والعظيم اللي هو برضو ملك حضرتك بس هي القناة الأكثر انتشارا مما لا شك فيه في مصر وبطبيعة الحال برنامج التساعة نشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله هو أيضا الأكثر انتشار غالبية المصريين هم الناس اللي زايا حالتنا الطبقات المتوسطة الطبقات اللي يمكن تبقى مأمومة حبتين أولى بالرعاية إلى آخر وعليها تلاقينا دايما 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 مهتمين جدا بأن احنا نقعد نشرح لحضرتك وحدة وحدة عزيزي المواطن عزيزتي المواطن اللي جاي مش سواده على حاجة الأسعار يا عم يوسف هقولك روح للمنافس بعد إذنك في المنافس بتاعة وزارة التموين في المنافس بتاعة وزارة الزراعة وفي المنافس بتاعة وطنية وفي المنافس بتاعة أمان وفي أهلا رمضان وفي كلنا واحد في نسختها رقم 22 فإحنا عندنا ست طيب المنافس دي فيها منها المستابت ومنها المتحرك أي السيارات والعربيات وما إلى ذلك هتروح لواحد يقولك كيلو السكر مش عارف بكام هتروح حضرتك إلى الجمعية كلمة شهيرة بتاعتنا في التمانينات اللي هي دلوقتي المنافس المختلفة ما هيش بس الجمعيات المملوكة للشركة القابضة بتاعة وزارة التموين والتجارة الداخلية حضرتك هتروح لأي منفذ من منافس السبق ذكرى هتلاقي سعر كيلو السكر أظن 10 جنيه ونصف صح يعنيده صح طيب وهكذا فأنا بقولك ده برنامج إن كان يهتم بشكل رئيسي ومركزي بحد هو مهتم بكل المصريين وفي المركز كده في الأهمية الغلابة خلونا نروح لوزارة الغلابة إحنا بعد شوية هنتكلم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هنتكلم في إيه يمكن هنتكلم مثلا على سبيل مثال الـ 450 ألف أسرة جديدة اللي بتضاف لتكافل وطرأ وكرمة ده على سبيل المثال للحصر هنتكلم على الإجراءات اللي خدتها الدولة اللي خدتها الحكومة اللي خدتها أو خدها مجلس الوزراء التوجهات بتاعة الرئيس المتعلقة بمد نطاق مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين كل وزارة وبتعمل في إطار اختصاصها في إطار قدراتها فهنشوف مع الدكتورة نيفين القباج وزيط التضامن الاجتماعي طيب إيه اللي بيحصل جوه وزيط التضامن الاجتماعي هنعمل إيه وهنسوي إيه إلى آخر ودي حاجة بالمناسبة مهمة جدا حضرتك لما هتيجي تشوف القرأ يعني زي بكنا بنتكلم مثلا مع اللوة جمال عود وبنتكلم على مسألة المعاشات إحنا لو تفتكروا قلنا 13% من العام المالي الجديد فتيجي توجهات الرئيس بإجراءات وقرارات الحكومة لا من 1 إبريل طب يمكن حتى كمان ست اللوة جمال لفت نظرنا الحاجة مهمة جدا في 80 ألف مصري هيتطلعوا معاشات بعد يوم 2 أو بدءا من يوم 2 إبريل وانت طالع دول 80 ألف بني آدم هل هيستفيدوا بهذا القرار ألا وهو التبكير في زيادة المعاش أيوة طب هو المسألة بس متعلقة بالمعاشات لا فن والرواتب برضو الزيادات اللي تم إقرارها إنها تتحط في الموازنة الجديدة بتاعت 20 23 تم تبكيرها برضو 3 شهور تانيين زي ما كنا بنتكلم مع سداد سفير نادر سعد فعمليا الدولة واخد قرار إنها هتقف جنبك هتقف جنبك تاني هتقف جنبك يعني هتقف جنبك الدولة مش هتسيبك أنت بس ما تسيبش الدولة بس ده اللي مطلوب ما تسيبهاش لا تفقد ثقتك ولا تفقد إيمانك وإرجع بتجربتك تاني أنت خدت وعود بعد 2016 بالتحديد لو تتذكر لما حصل قرار التعوين في نوفمبر 2016 كل ما وعد ووجه به الرئيس حصل اللي حسن منه أنا هسألك سؤال هو إحنا في 2016 كان عندنا عشوائيات في مصر اللي هي منطلق عليه العشوائيات الخطرة قد إيه طيب ممكن النهاردة تقولي هو فاضل قد إيه من العشوائيات الخطرة اللي هي العشوائيات اللي كانت معارضة للخطرة فكي ينته زمان كده صخرة الدويقة والحاجات الزيكت الحاجات دي بقت زيير مش موجودة ده معناه إيه معناه إنه كل ما كان موجودا في السابق سلبا انتهى ومش هيرجع تاني كل ما كان موجودا في السابق سلبا انتهى ومش هيرجع تاني خالص طيب عايز أحمي مدخراتي هقولك شهادة 18% عايز أحمي مصروف بيتي هقولك المنافس المختلفة سواء زكنت سابتة أو متحرك هقولي المنافس تانية عم يوسف هقولك حاضر يا فاند المنافس بتاعة وزارة التموين كلها المنافس بتاعة وزارة الزراعة كلها المنافس بتاعة الوطنية كلها المنافس بتاعة أمان كلها كلنا واحد مبادرة الداخلية اسمه ايه دا اقول معايا معرض أهلنا رمضان هو ثق في أي حي في أي حي في أي بلدة في أي قرية في أي عزبة في أي نجع في أي كفر انت هتلاقي المنافس دي موجودة ما بين سابت أو عربيات اللي هي المنظمية المنافس المتحرك المسألة بإذن الله معدية بس انت خليك راجل بقى ايه وخليك ست البيت المدبر واحدة واحدة انا شفت النهاردة فيديوهات لناس دخلة سلاسل تجارية اللي هي محلات اللي بيسموها العملاقة دي مش هقدر شؤل أسايا بقى الناس دخلها عبي شيل شيل وعبي مغارت علي بابا عارف إيه دهب يقوت ألماص شيل عبي عبي شيل ليه ليه خد بالك انت لما دخلت هذه السلسلة وانت بتعبي تشيل شيل عبي هو ده عمليا انه الأرصف مليانة عن بكرة أبيها انت اللي بتفضيها هي الحاجة موجودة سلعة الاستراتيجية كلها موجودة مفيش سلعة في مصر مخزونها الاستراتيجي يقل عن خمسة شهر